من يضحك اخيرا يضحك كثيرا والزمالك بيجني سمار السكرار الفني في الفترة الاخيرة بحصوله على اول كاس افريقية من 16 سنة وهي اول بطولة كونفدرالية في تاريخ نادي الزمالك والتانية في تاريخ مصر ودي تاني بطولة للزمالك الموسم دوت في ظل الاستكرار الفني تحت قيادة كريستان جروس بعد ما قدروا يتغلبوا على الهلال السعودي في بطولة السوبر المصر السعودي الهلال السعودي يعتبر من اقوى فرق قارة اسيا الزمالك واقع في مجموعة بتضم جرماهية وبترو اتليتكو ونصر حسين ضاي في اول تلات مباروات الزمالك احرز اربع اهداف ودخل مرماه ست اهداف رجع بعد كده تغلب على بترو اتليتكو وجرماهية وتعادل مع نصر حسين ضاي وصعد اول مجموعة بعد ما كان مرشح ان هو يبقى حصلة المجموعة قابل في ربع نهائي حسينية اجادير المغربي اللي قدر يتعادل معاه في المغرب ويكسبه في مصر واحد سفر وبعد كده قابل بطل العرب النجم السحلي بعد ما اخد اخوى بطولة عربية في تاريخ العرب قصاد الهلال السعودي ويتغلب عليه في قاهرة ويقدر ان هو يتعادل معاه في تونس وبكده صعد الزمالك للنهائي خسر في لخاء الزهاب قصاد نهضة بركان واحد سفر في المغرب ورجع قدر ان هو بلخاء تاريخي وبمطش رائع في شوت تاني مفيش اروع من كده قدر ان هو يتغلب على نهضة بركان واحد سفر ويلعب ضربات الترجيح اللي ابتسمت للزمالك اخيرا بعد استاشر سنة ويتغلب على نهضة بركان الحقيقة ان بعد الدور الاول في المجموعات وخسارة الزمالك لقاء وتعدلوا مباراتين لعب ثلاث مباريات في المجموعة ما دخلش مرماء ولا هدف بعد كده لعب ماتشين في ربع النهائي وماتشين نص النهائي وماتشين النهائي دخل مرماء هدف وحيد منهم تمن لقاءات تحت قيادة جنش فعرين الزمالك وقدر ان هو يخرج بتمانية كلين شيت والهدف الوحيد اللي دخل مرماء الزمالك في الفترة ديت كانت في حارس مرماء الزمالك التالت عمر صلاح في مباريات الزهاب ضد نهضة بركان اللي كانت في المغرب بعد ماتش شفنا تصرحات من مرتضى منصور وقال ان جروس هيمشي لا جروس مش هيمشي وانا نزلت بين الشوتين قد التعليمات للعيبة ان لازم نلعب ولازم نهاجم ولازم نجيب جوان على اساس ان جروس ده ترتور وما عملش اي حاجة في الزمالك وما طورش فادال الزمالك دفاعيا على اقل في النص التاني من البطولة الافريقية فيه اقويل كتير بتقول ان جروس ماشي لا جروس قاعد جروس مش هيكمل انا من وقت نظر متواضعة ان مجلس ادارة الزمالك مش هيقدر تتجفل بمصاريف جروس العالية جدا اللي كان بتتجفل بيها تركي قال الشيخ وجروس راحل راحل اسكان قبل البطولة افريقية ولا بعد البطولة افريقية ولكن غالبا جروس عيرحل قبل البطولة افريقية مبروك للزمالك مبروك لاصحابي واقل ولاسي وحبايب الزمالكوية البطولة الافريقية الغايبة عن النادي زمالك في 16 سنة ويا قاية شيرت العمر يا ابيض والسلام عليكم